اعزائي المشاهدين اهلا وسهلا بكم حلقة جديدة من برنامج مصر موطني مقدمته لكم الدكتورة هبة طلاحل النهاردة موضوع مهم جدا بيخص كل اسرة كل اسرة لديها مريض سكر سواء كان من الصغار او من الكبار مرض السكر منه نوعين طيب وان وطيب تو النهاردة عايزين نتكلم حول تعريف المرض وتاريخ الاصابة به بينما هو مفهوم عن المرض السكر والمتوارث عنه لدى البيوت المصرية او لدى عامة الناس وبينما هو حقائق علمية مثبتة بالفعل معي ومعكم ضيف العزيز والغالي اللي منورني ومشرفني النهاردة معالي الدكتور احمد عبدالجواد محفوظ استاذ اخصائي اطفال بالمهد القومي للسكر والغدد الصماء حاصل على الزمانة البريطانية لطب الاطفال وحديث الولادة منورني يا دكتور وان شاء الله فالحلو طبعا استاذ كبير ان شاء الله ان شاء الله طبعا ربنا يحفظك يا رب دكتور في البداية عايزين نعرف ايه هو مرض السكر طبعا هو المرض السكر يعني بيحصل لما يحصل خلل ما بين العلاقة وما بين الانسولين وما بين السكر اللي احنا بنكله بمعنى ايه؟ بمعنى ان السكر ده هو مصدر الطاقة للجسم فبالتالي السكر عشان نقدر نستفيد بيه محتاجين انسولين لما يبقى فيه خلل ما بين العلاقة دي يبدأ يزهر مرض السكر طيب الخلل ده ممكن يكون في ايه؟ ممكن يكون فيه ان الانسولين اصلا مش موجود خالص او ان الانسولين موجود بس مش قادر يؤدي وظيفته كاملة في انه يستفيد من السكر وبناء على هذا الكلام زي ما حضرتك قدمتي في البداية السكر ممكن يبقى فيه نوع اول ولان النوع الاول ده بيحصل تدمير لخلايا البنكرياس اللي هي خلايا بيتا اللي بتفرز الانسولين وده بيؤدي الى ان الانسولين ما بيقاش موجود اصلا في الجسم وبالتالي بيحصل مرض السكر من النوع الاول او السكر بيتراكم فيه الدم والنوع التاني ان الانسولين بالفعل بيكون موجود ولكن لا يؤدي وظيفته كاملة بانه ينزل السكر او يحافظ على مستوى السكر في الدم فبيحصل حاجة اسمها السكر من النوع التاني فدي انواع السكر طيب عايزينينا النهاردة واهم سؤال بشغل عقول كل الامهات يمكن اكتر هل مرض السكر بنسبة كام في المية وراسة وممكن هو يكتسب من البيئة المحيطة بنسبة كام هو السكر من النوع الاول واحنا اتكلمنا عن الوراثة في السكر هتلاقيها مرتبطة اكتر بالنوع التاني من السكر عن النوع الاول وهنا فيه كلام يعني جديد ظهر عن الجينات وعن العوامل البيئية المحيطة لان لو فيه طفل او لو فيه حد ورس الجين بتاع السكر من النوع الاول من النوع التاني لال ممكن هل يحفظين تمام حضرتك يعني فيه نوعين من مرض السكر طب احنا السؤالي بقى موجه لحضرتك في النقطة دي بالذات حضرتك بتقولي النوع الاول مش وراسة والنوع التاني هو الورسة النوع التاني نسبة الورسة فيه اكتر من النوع الاول وانما النوع الاول بيبقى فيه نوع او سبتايب او نوع تحت النوع اللي هو اسمه المونوجينيك ديابيتس وده اللي ثبت انه هو وراسي من النوع الاول لكن النوع التاني نسبة الورسة فيه اكتر اللي انا عايز اقول لحضرتك انه حتى لو فيه حد ورس الجين ممكن بالعوامل البيئية المحيطة الجين ده يبقى معطل وده الكلام اللي بدأ يظهر مصبط مش نشط ما يبقى شغال خالص ما يبقى شغال خالص إنه ما يكترش هو عنده استعداد للإصابة بمرض سكر لكن لا يصاب لكن لا يصاب من هو متبع تعليمات أو متبع طريقة نظام معي نظام غزائي سليم والرياضة السليمة والنظام الحياتي أو النظام البيئي السليم يقول لك الجين ده يبقى معطب ومش بس كده ده يورس لي الأجيال يبقى مش شغال خالص أو ما يقل نتيجة الإصابة أو نسبة الإصابة بمرض السكر من النوع التاني إلا لو كانت الأجيال اللي تحت كده بدأت هي لا تلتزم بنظام السليم أو نظام الغزائي السليم يبدأ يرجع ينشطين طيب اللي هو النوع الأولان يا دكتور اللي هو مصاب بيه طبعاً بنسبة الكبرى الأطفال طيب وان ده بيسيب الأطفال طيب بنسبة كبيرة للأطفال بنسبة كبيرة طيب ده بالنسبة أسبابه إيه؟ جل الطفل منين؟ هو بيبقى 80% من الحالات ثبت إن هي بتبقى حاجة اسمها أجسام مناعية بدأت تهاجم البنكرياس واعتبرت البنكرياس كجزء غريب عنها فبدأت تهاجم البنكرياس ودمرت خلايا اسمها خلايا بيتا ودي اللي بتفرز الإنسولين وبالتالي بدأ يعني يكل إفراز الإنسولين بنسبة تدريجية حتى نصل إلى نسبة 80% من الخلايا يبدأ يظهر أعراض مرض السكر برضو إيه السبب؟ إيه السبب اللي خلا في أجسام مناعية مضادة أو بتهاجم البنكرياس؟ إيه اللي وصله؟ العامل اللي بيئية؟ والتي قالت له عدوى فيروسية عدوى مايكروبية؟ إيه السبب؟ السبب بتحديدا لم يكتشف حتى الآن ولكن ظهر نظريات إنه ممكن ما بعد إصابة فيروسية ممكن مثلا زي ما احنا لاحظنا الفترة اللي فاتت بعد مرض الكورونا أو بعد إصابة فيروس كورونا بدأ يزيد الإصابة بمرض السكر من النوع الأول ممكن يجي لنا بعد استخدام كورتيزون أو حاجات فيه أو عوامل بيئية أو عوامل أدوية تظهر المرض ولا تسببه لكن السبب أن الأجسام المناعية بدأت تهاجم البنكرياس أي حاجة هتبدأ تؤدي مقاومة إنسولين هتبدأ تظهر النوع الأول لأن الإنسولين لن يستطيع أن هو يؤدي وظيفته اللي هو المتبقي من الإنسولين فبالتالي يظهر أعراض السكر من النوع الأول تمام طيب بالنسبة للنوع الأول معروف أنه بيتم أخس أنسولين لا ما فيش حل تاني لأنه تعويدي طبعا والنوع الثاني طيب 2 منه فيه يعني تدخل دوائي لمرض النوع الثاني من السكر بتبقى على حسب الدرجة بتاعت المرض أو على حسب يعني مريض النوع الثاني ممكن ياخد إنسولين؟ مريض النوع الثاني ممكن ياخد إنسولين ممكن يوصل في المراحل المتأخرة إن الإنسولين من كتر ما هو بيفرص يبدأ يحصل حاجة اسمها إجزوهوشن أو إن الإنسولين ما يبقاش موجود بالصورة كافية فيبدأ يقلب كأنه نوع أول من السكر فبالتالي يقدر ياخد إنسولين دي حاجة الحاجة الثانية إنه فيه حاجة مبشرة الصراحة لمرض السكر من النوع الثاني إنه ممكن في بداية التشخيص إذا التزم ببعض الأدوية الصغيرة ونظام غذائي سليم ورياضة سليمة ممكن يؤدي إلى حاجة اسمها ديابيتك ريميشن ريميشن ده يعني مصطلح جديد ظهر إنه بنسميه بالعربي التشافي من السكر التشافي إنه ممكن يمشي ويبطل العلاج يعني ممكن بالنظام الغذائي السليم ونبدأ نعدي مرحلة مقاومة الإنسولين ديت وبعد كده المريض يبطل علاج خالص ويبقى ماشي في حاجة اسمها مرحلة تشافي من السكر ودي عملت يعني فرحة كبيرة للسكر في نوع الثاني بس لازم يبقى ثلاث حاجات أولاً عنده استعداد إنه هو يطبق التعليمات دي أول حاجة الحاجة الثانية اللازم تبقى في مرحلة مبكرة من المرض ما ينفعش يبقى في مرحلة متأخرة ما ينفعش بإنكراس يكون خلاص تم إنحاكه بالضبط نيجي بعد كده ونقول إن إحنا في مرحلة تشافي والحاجة الثالثة وده الأهم إنه المريض يمشي على التعليمات مزبوطة وإنه ينفذ نظام غذائي سليم نظام حياتي سليم مرتبط بالنوم ومرتبط بالصحيان من النوم مرتبط بمواعيد الأكل بمواعيد الأدوية يمشي عليها بانتظام والمتابعة مع الطبيب المعالج طبعاً يبدأ يؤدي إلى إن استجابة الجسم بتبقى أحسن وممكن يؤدي إلى إن إحنا نبدأ نقلل العلاج تدرجياً لغاية ما في بعض العينين بالفعل يوقفوا علاج السكر ومشيين بنظام غذائي وبنظام رياضة وبالمتابعة طبعاً على الإياسات المتاحة طب أيهما أخطر يا دكتور من ناحية الطبية نوع الأول ولا نوع الثاني في مضاعفاته في أثره الجانبية الفكرة مش كده الفكرة أنه النوع الأول هو نقص في الإنسولين فأنا بعود إنسولين فبالتالي النوع الأول يظهر في ظاهره أنه خلاص أنا كده بدي العلاج المناسب للحال فبالتالي نسبة المضاعفات في أقل بكتير من النوع الثاني النوع الثاني مرتبط بكذا حاجة مرتبط بالسمنة مرتبط بالكولستيرول المعدل الدهون في الدم مرتبط بكذا باستخدام أدوية مرتبط بضغط إلى جانب السن فيظهر إدى نسبة المضاعفات في النوع الثاني أكتر من النوع الأولين ونسبة المضاعفات في النوع الأولين أقل بكتير أول لكن في الأول وفي الآخر السكر ده زي ما احنا بنسميه صديق هو مش برد هو صديق حتى إحنا لما بنيجي نتكلم مع الناس اللي بيجولنا في العيادة ما بنقولش إنهما مرضى سكر بنقول إنهما مسكرين يعني كلمة حتى الكلمة نفسها يعني وما يظهرش المضاعفات لو إحنا التزامنا بالنظام السليم أو تتأخر ظهور المضاعفات لدرجة إنه إحنا لو جينا الإحصائيات نسبة المضاعفات في النوع الأول قد تصل من 3 إلى 6% بالضبط نسبة المضاعفات في النوع الثاني لأنها أصلا مرتبطة بعوامل أخرى قد تصل إلى 25% ففي ظاهر الأمر إنه نوع الثاني أخطر والنوع الثاني مضاعفاته أكتر من النوع الأول ولكن إحنا قلنا برضو في النوع الثاني إنه ممكن يحصل تشافي من المرض وبالتالي يعني الالتزام بالتعليمات والالتزام بالأدوية يعني يضمن جزء كبير من الحياة السليمة والحياة الصحية ما إحنا نيجي بقى لنقطة التشافي من المرض بالنسبة للنوع الأولاني أو الطيب 1 ولكن عندي نقطة مهمة جداً برضو من مضاعفات أو من نقول الظواهر اللي بتصيب المريض في الطيب 1 حالة انخفاض السكر وحالة ارتفاع السكر عن لمية معين أو نسبة معينة بيبدأ بعديها الألأ والاضطراب طيب أنه برضو أخطر الانخفاض ولا الارتفاع هو طبعاً الانخفاض علشان هو المعدل بتاعه أقل بكتير يعني من تحت السبعين فيما تحت بنبدأ نظهر الأعراض فإنا الليمت بتاعنا قليل قوي وبالتالي الانخفاض بيبقى أخطر بالنسبة للارتفاع الارتفاع بيبقى عندنا مراحل كتيرة قبل ما نوصل لمرحلة الخطورة ومسهل تقريباً هما لو ارتفع بيبدأ ياخد جرع زيادة من أنسولين إذا كان ياخد جرع زيادة أو إذا كان يزود معدل السوائل في الجسم إذا كان ممكن يتحرك أو يؤدي الحركة البسيطة زي المشي ممكن تؤدي إلى حرق السكر ممكن تؤدي إلى استجابة الجسم للإنسولين يبدأ يتابع الطبيب المعالج للحالة علشان يبدأ يشوف إيه سبب الارتفاع دوي على الكم إنما الانخفاض في السكر ملوش حل طبعاً تغني أننا ناكل سكريات بسرعة عشان يحقه بطرق أحسن لأنه تحت من 70 إلى 50 بيبدأ يظهر مرحلة من انخفاض السكر من 50 فيما تحت يدد الأعراض مختلفة طبعاً الأعراض العصبية أكتر مع الانخفاض الأعراض العصبية دي زي اللي احنا قلنا يعني بعد الشر طبعاً على جميع أولادنا المسكرين التشنجات أو الغيبوبة أو التغير في السلوك الحاجات دي كلها بتبقى أكتر مع الانخفاض عن الارتفاع بتبقى ممكن تبقى موجودة وخاصة من فقدان الوعي مع الارتفاع بس في مراحلة المتأخرة جداً لها بنسميها مرحلة الحمودة الكيتونية طيب يا دكتور في علاقة بين الأنسولين أو إبر الأنسولين وإعطاها بصورة منتظمة للجسم الطفل وبين موضوع النحافة يعني مريض السكر كطفل أو كطيب 1 أو طيب 2 هل فعلاً أنا سمعت أن الأنسولين بيخلي المريض يخس بالعكس بالعكس الانسولين أصلاً هو هرمون بناء فإذا تم إعطاءه بطريقة فيسيولوجية أو بطريقة سليمة للطفل أو للمريض سواء إذا كان كبير أو صغير بيؤدي إلى بناء الجسم لكن الفكرة كلها أنه عدم الالتزام بجرعات الانسولين المقررة أو عدم المتابعة لأنه في طفل مختلف عن طفل في استجابة الجسم للانسولين فعدم المتابعة ده ممكن يؤدي إلى عدم انتظام السكر وعدم انتظام السكر هو اللي يؤدي إلى النحاف ليه؟ إحنا قلنا أنه في النوع الأول من السكر أنا مش عارف أستفيد من الجلوكوز كمصدر للطاقة فببدأ ألجأ للدهون والبروتينات أن أنا أطلع منها طاقة فالطفل يبدأ يعني يخس في الوزن أو يبدأ ينقص في الوزن إذا توفر الانسولين أنا أقدر أستخدم السكر كمصدر للطاقة وبالتالي أنا أقدر يعني ما خليش الطفل يحرق دهون أو يحرق بروتينات وبالتالي الطفل يحافظ على وزنه وممكن وزنه كمان يزيد يعني الجرعات الزيادة ممكن تؤدي إلى زيادة الوزن طيب برضو فيه سؤال تاني برضو يا دكتور فيه أم من الأمهات بتقول أن أثناء النوم بتلاحظ أن ابنها السكر بتاعه يا إما بينخفض يا إما بيرتفع مش واقف على مستوى معين طيب أسبابه إيه أنه بينخفض أثناء النوم إحنا قبل ما نقول النقطة دي لازم نعرف الأول إيه أنواع الإنسولين علشان نعرف ليه السكر بينخفض أثناء النوم مهمة جدا النقطة دي فعلا النوع الإنسولين فيه أنواع اسمها أنواع سريعة المفعول وفيه أنواع اسمها أنواع متوسطة المفعول فيه أنواع اسمها طويلة المفعول لو اتكلمنا عن السريع والطويل لأنه هم أكتر حاجة بتستخدم زي الإنسولين اللي بنسميه الإنسولين المائي أو الأكترابد ده معدل شغله في الجسم ده بيتاخد قبل الوجبات وبيتاخد بفترة كافية قد تصل إلى نص ساعة فيه حاجة اسمها نظائر الإنسولين ده اللي طلعت بعد الإنسولين المائي زي نوفورابد أو الهيمالوج أو الأبيدرا دول بيتاخدوا قبل الوجبة بوقت قليل 10 دقايق أو ممكن قبل الوجبة على طول وفي بعض الأطفال ممكن يتاخدوا في نص الوجبة فيه بعد كده الإنسولين الطويل زي اللانتوس أو الترسيبة أو الليفيمير أو التوجيو ده ليهم مدة عمل ده بيتاخدوا قاعدي ليهم مدة عمل قد تصل إلى 24 أو يزيد فبالتالي أنا بغطي فترة الليل بالإنسولين القاعدي فيه بعض أنواع الإنسولين اللي هي حاجة اسمها قمة عمل قمة العمل دي ممكن توصل لساعات متأخرة من الليل أو ساعات مباكرة من الصباح اللي احنا بتسميها فترة الفجر يعني بيبقى نصت فيها الإنسولين قمة العمل دي معنا قمة العمل يعني الإنسولين بيوصل لأقصى شغله في الوقت ده من القاعدي يعني في بعض أنواع القاعدي ليها قمة عمل وإن كانت قمة بسيطة قد تؤدي إلى الانخفاض تمام ممكن برضو الطفل نفسه يبقى نايم على سكر قليل وبالتالي أنا ما بكلش طول فترة الليل ما فيش مصدر طاقة هو أي نعم ما فيش معدل حرق كتير قوي لكن ما فيش مصدر طاقة فقد يؤدي إلى انخفاض السكر أثناء الليل ممكن برضو الطفل في أثناء ممارسة الرياضة يعني احنا شفنا كتير يعني بازل مجهود بالضبط قبل النوم ممكن يبقى بازل مجهود في أحيانا ممارسة الرياضة أثناء اليوم لقينا فيه متلازمة اسمها متلازبة انخفاض السكر الليلي أثناء ممارسة الرياضة أو بعد ممارسة الرياضة ده برضو ممكن يؤدي إلى انخفاض السكر الليلي وده طبعا زي ما حضرتك يعني أشارت ليه هو أخطر بكتير قوي من الصباح لأنه هو بيبقى نايم بالليل فالأم بتبقى محتاجة تطمن لازم يبقى فيه رعاية ورقابة متواصلة على الطفل المريض أهم نقطة ان احنا ملنا يمشي الأطفال على سكر أقل من 150 لو احنا عملنا هذه النقطة احنا بنسبة كبيرة أو يتقتصر إلى 70 إلى 80% احنا متطمنين ان السكر مش هيهبط أثناء لهم وحتى لو هبط مش هيهبط للمعدلات الخطيرة بيبقى فيه بيبقى فيه إياسات 3 الفجر طبعا بيبقى فيه إياس الساعة 3 الفجر عشان نتطمن ان الولد نام كويس لازم يعني فيه وقت تثابت ان الأم تقس فيه عشان تطمن طيب يا دكتور فيه نقطة مهمة جدا برضو بالنسبة للأطفال أو المرضى المصابين مثلا بسمى التوحد بتوحد بأي مرض جيني ده هل ده بيبقى الطف ده مهيئة أو عنده قبلها لإصابة بمرض السكر والله لم يثبت هذا الكلام من الناحية العلمية من الناحية العلمية لم يثبت انه فيه يعني ما بين المشاكل العصبية والسكر وما شابه وإن كان الحياة اللي بيعيشها هذا المريض أو هذا الطفل بيبدأ يؤدي إلى زيادة التوتر أو العصبية أو ما شابه من هذا الكلام النظام الحياة الستريكت اللي الطفل بيعيشه الضغوطات النفسية أو الضغوطات العصبية ممكن تؤدي زي ما احنا قولنا في الأول إلى أن الإنسورين ما يبقاش قادر آه بيبقاش قادر وممكن يؤدي إلى مرض السكر لكن إن إحنا نقول علاقة ما بين الأمراض العصبية من ناحية المناعية ممكن كمرض مناعي ممكن يعني في بعض الأمراض المناعية زي مثلاً الهبوط الغدى الدراكية زي مثلاً حساسية الأمح دي أمراض مناعية معروفة إنها مرتبطة بإصابة السكر عشان كده أمهاتنا كلها تقريباً عارفين إن في حاجة اسمها التحليل الاستنوية بنتطمن فيها على الأمراض المناعية اللي ممكن تبقى مرتبطة بالسكر من النوع الأول طب هنبدأ ننتقل بقى للتقنيات الحديثة المستخدمة في أول مطروحة منها فيه اختبارات سريرية ومنها ما تم بالفعل تطبيقه في الحياة العملية بالفعل الاختبارات تي أو التقنيات دي دكتور المستخدمة في علاج مرض السكر من سواء كان النوعين ولا في نوع واحد بس منها المضخة بتاعة الأنسولين لا مستخدمة في الأنواع يعني فيه حاجات للنوع الأول وفيه حاجات بتسهل الحياة وبتسهل القياس للنوع التاني وللنوع الأول مع بعضها يعني هي دكتور تقنية دي ممكن في يوم من الأيام إن مريض طيب وان يتم شفاءه ولا هي بس ملازمة له مدى الحياة حتى الآن هو لم يتم إنه نعلن على هذه التقنية اللي تؤدي إلى شفاء المريض وإن كان فيه حاجات مبشرة كتير أو فيه علامات مبشرة كتير إنه ممكن يتم اختراع تقنية أو بروسيدجر أو عملية أو حاجة تدخل إذا كان جراحي أو إذا كان حتى تدخل بسيط ممكن يؤدي إلى علاج السكر أو إلى إن إحنا نقول إن إحنا نبدل البنكرياس بحاجة تانية تبدأ تفز إنسوليت كزراعة بنكرياس آخر؟ ممكن زراعة بنكرياس آخر ممكن إن إحنا فيها كان في بعض العلماء طبعا فكروا إن إحنا ناخد الخلايا نفسها ونبدأ تزراعها خلايا الجزائية زي الخلايا الجزائية اللي إحنا سمعنا عنها طبعا ودي كلها بتبقى تحت الإختبارات وإن كان في جزء منها كبير تم اختباره بالفعل وفي حاجات أثبتت فعليتها لمدة تصل إلى 3 إلى 4 سنين وحصل اختبار منها في أمريكا زي زراعة البنكرياس اللي إحنا بنسميه مجازا للبنكرياس نوعا أو زراعة البنكرياس تم في أمريكا بالفعل على بنته والبنت دي عاشت 4 سنين من غير إنسولين بس للأسف رجعت تاني للإنسولين فلم يتم اعتراف هذا التدخل كعلاج لمرض السكر لأنه لم يؤدي إلى علاجها مدى الحياة يعني هي كل 3 سنين بطبع بحتاجت تعييد زراعة الخلايا الجزائية دي تاني؟ هي الفكرة كلها أنه لما نزرع بنكرياس أو لما نزرع عضو معين بنبدأ نحط ريسك كبير قوي أنه الطفل بياخد حاجات مصبتة للمناعة بيبدأ يتعرض لبعض أنواع العدوى بيبقى خايف أن الجسم يرفض هذا العدو حاجة خارجية بالضبط فده ريسك كبير قوي هل ريسك ده نقدر ناخده علشان الطفل يقعد 3 سنين بس من عمره ما ياخدش إنسولين؟ فتبعا بيبقى دي بيت كبير قوي أنه أنا أقدر أوافق على هذا الكلام لم يثبت من المنظمات العالمية أو منظمات السكر العالمية أنه هذا علاج لمورد السكر من النوع الأول وطبعا لو فيه علاج من النوع الأول من السكر هيبقى يحدث دقة كبيرة قوي لأنه نسبة كبيرة من الأطفال قد تصل إلى أكتر من نصف أطفال العالم عندهم سكر من الأول فنسبة كبيرة جداً يا دكتور هل النسبة الأكبر من الإصابة أو أنه يكون عنده تهيئة للإصابة بمرض السكر من الإناس أو من الزكور سواء كان في الأطفال أو في الكبار هل هو نسبة أكبر؟ لا هي الفكرة كلها أنه في الإناس أو الزكور ما بيبقاش فيها نسبة أكبر من كده وإن كان زي ما احنا قلنا العوامل البيئية المحيطة بتبقى أكتر مع الإناس للإصابة لأن الإناس بيبقى فيهم الأمراض المناعية أكتر من الزكور بس نسبة الإصابة للإناس في الأمراض المناعية بشكل عام أكتر من الزكور لكن حتى الآن لم يثبت نسبة معينة أو نسبة محددة للإصابة ومراض السكر من النوع الأول وإذا كنا نتكلم على المناعة أو على الأمراض المناعية بالنسبة برضو لنوع تاني من السكر سكر الحمل اللي بيجي لحوامل أثناء فتة الحمل وبيروح بعد الحمل طب دقي سكر فجائي مثلا؟ لا هو إحنا زي ما قلنا أن الإنسولين لما ما مقدرش يقوم بدوره بيبقى فيه عوامل اسمها عوامل إعاقة أو عوامل مقاومة اللي احنا بنسميها مقاومة الإنسولين مقاومة الإنسولين ده ممكن جزء منها في الهرمونات الهرمونات اللي في الجسم تقريبا كلها ضد عمل الإنسولين منها هرمونات الحمل أو منها هرمونات الأنوسة تمام؟ كل الهرمونات دي بتبدأ تؤدي إلى مقاومة الإنسولين لحد معين يبدأ يظهر أعراض السكر لأن الإنسولين مش قادر يقوم بدوره فيبدأ يظهر سكر الحمل سكر الحمل من الحاجات اللي ممكن تختفي لأن احنا بنقول أن نوع السكر غير قابل للشفاء لا سكر الحمل من الحاجات اللي ممكن تختفي بعد الحمل بفترة لما يزول سبب المقاومة اللي احنا بنسميها الهرمونات لكن لو نتكلم في سكر الحمل أنا مهم جدا جدا أنا أنبه على إخواتنا أننا لازم نحافظ على صحتنا كويس جدا جدا لأن السكر إذا تم التعامل معه بالصورة كويسة نضمن بنسبة كبيرة أن الولادة تتم بصورة سريمة يبقى بنسبة أقل من المخاطر أو المضاعفات هل ممكن الولد ينتقل مرض السكر من الأم لو كان عندنا سكر الحمل يتنقل لا لكن تأثير السكر الحمل على الطفل تأثير كبير جدا لو ما تمش تثبيته بالطريقة السليمة وما تم التعامل معه بجدية وتم التعامل معه بطريقة صحيحة يبدأ يحصل الطفل نفسه يتعرض لبعض أنواع زي هبوط السكر مثلا أنه بيبقى فيه مقامة نسولين زيادة زي أن الطفل ممكن يبقى وزنه زيادة أو وزنه قليل يعني فيك حاجات كتيرة قوي متنقضة ومتضربة ممكن تحصل مع سكر الحمل تمام؟ إلى جانب أنه لو ما حفظناش على النظام الحياة السليمة بعد الحمل ممكن السكر ده يثبت في بعض الحالات أنه بيكمل ويبقى سكر للنوع التاني ويكمل مدى الحياة يعني هي ممكن بعد كمان الولادة ما يروحش يفضل معاها مكمل لو ما التزمناش بالنظام السليم أو ما التزمناش بالمتابعة السليمة مع طبيب السكر طب يا دكتور في بعض الأشخاص بيتعرضوا الصدمات في حياتهم هل فعلا ممكن تؤدي الصدمات اللي بيتعرض لها الشخص نتيجة الوفاة عزيزة عليه نتيجة لأي ظرف طارق بيتعرض له لإصابة بمرض السكر أكيد طبعا من النوع التاني بس هل ده فعلا؟ آه ممكن يحصل أنه يحصل عنده أعراض السكر من النوع التاني وزي ما احنا قلنا كل أنواع السكر من النوع التاني لو في البداية وإحنا تعملنا معاه كويس ودينا أدوية ومشينا على نظام غزائي سليم ممكن يتم التشافي تماما من السكر بالنسبة للسكر اللي احنا بنسميه في الشارع المصري سكر الزعل أو جاله من زعل أو جاله من حالة نفسية أو سكر اللي احنا بنسميه للسكر النفسي كل الكلام ده ممكن يختفي وممكن المريض نفسه ما يكملش على أي علاج للسكر بعد ما يخلص طيب العلاج يا دكتور اللي ممكن يتم وصفه لمرضى السكر من طيب 2 أو نوع التاني حضرتك تقوله بقى طبعا هو كتير قوي من يعني أنواع كتيرة جدا من أكيد مش هنذكر أسماء شركات مش هنذكر أسماء شركات لكن في أدوية بتساعد على حرق السكر في أدوية بتساعد على إفراز الإنسولين أو زيادة إفراز الإنسولين في أدوية بتساعد على زيادة في أدوية حديثة يا دكتور بتقعد فترة أطول في أدوية بتقعد فترة أطول طبعا في أدوية بتؤثر على السكر من غير ما تؤدي إلى انخفاض فيه أدوية عدوية القديمة يعني ديوتو تصببت إفراز البنكرياس بالنسبة مرتفعة من الأنسولين لا لكن بتؤدي إلى حرق السكر فبنكرياس ما بيحتاجش أنه يفرز أنسولين في خطرة كبيرة أو بكمية كبيرة وبالتالي في بعض الأدوية القديمة كانت بتؤدي إلى هبوط السكر الأدوية الحديثة فيها أدوية حديثة كتير قوي بتؤدي إلى انتظام السكر بش هبوطه بتؤدي إلى نسبة أقل من هبوط السكر طبعا مع الأخذ بالاعتبار إن المريض يأكل بعد ما يبقاش يأخذ العلاج وينسى يأكل فطبعاً ده بالتبعية هيؤدي إلى هبوط السكر لكن فيما عادة ذلك لا في نسبة أقل من هبوط السكر وفيه حاجات كتيرة قوي بتؤدي إلى تقليل كمان المخاطر بتاعة النوع التاني وبتؤدي إلى استجابة أحسن للسكر من النوع التاني طيب فيه بعض الفيتامينات اللي يتم حضارك توصي بها لمرضى السكر سواء النوع تاني أو نوع الأولاني الفيتامينات دي بتساعد المريض أن هو يجاهد مع نفسه مع المرض هو الفيتامينات هتبقى يعني مثلاً لو قلنا كفيتامين بي أو بأنواعه قصة بي 12 إن أنا الطفل من مضاعفات السكر من النوع الأول أو من النوع التاني هي التهاب الأعصاب الترفية وبالتالي أنا ممكن أدي فيتامين بي 12 أو أدي فيتامين بي كومبليكس أو بي كومبليكس بوجه عام علشان يقلل من التهابات الترفية إذا حدثت وأقد يعني الوجع بتاع الأطراف أو وجع بتاع القدمين ممكن يقلل شوية من الإصابة تمام؟ كان ظهر طبعاً طفرة في الفترة في الفترة اللي فاتت عن إن فيتامين دال ممكن يؤدي إلى زيادة استجابة الجسم للإنسولين لسه هسأل حضرتك هل نقص فيتامين دال عند الطفل أو الأطفال ممكن يؤثر على مرض السكر؟ يؤثر على استجابة الجسم للإنسولين لكن إحنا قلنا أن مرض السكر من النوع الأول مرض مناعي بنسبة كبيرة والعشرين في المئة التانيين غير معروف سببهم فإحنا المعروف عندنا أنه مرض مناعي ولكن فيتناقص فيتامين دال لا يؤدي إلى مرض السكر ولكن ممكن يؤثر على استجابة الجسم للإنسولين الحاجة التانية إلى أن بعض الأطفال ولاحظنا لمعظم الأطفال ممكن يشتكي بوجع في القدمين أو ممكن يشتكي في نقص في الكالسيوم نتيجة أن الغذاء مثلاً ما بيحتويش على كالسيوم كتير أو ما بيحتويش على فيتامين دال كتير في نسبة كبيرة من أطفالنا المصابين بنقص فيتامين دال فإحنا بنعود كل حاجة تخلي الطفل يعيش حياة سليمة ناخد فيتروب مثلا؟ ممكن ناخد يعني في كذا نوع طبعاً من فيتامين دال سهو أخفهم يعني زي يعني فيه حاجات كتيرة فيه الفيتروب والديفيتون والحاجات دي كلها من ضمن الفيتامين دال اللي موجودة في السوق كلمة ختمية مبشرة يا دكتور لمرضى السكر من النوعين عايزين بشرة بقى يا دكتور عشان الناس يعني هي تستحمل ده ابتلاء وأكيد لازم أن المريض يصبر على قضاء الله وقدره حاجة مبشرة في النهاية طيب طبعاً هو إحنا لو جينا نتكلم عن السكر من النوع الأول والسكر من النوع التاني هنلاقي أن ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا العلاج بتاعهم وخلق لنا الحاجة اللي تخلينا نعيش طبيعيين فيه أمراض تانية كتير أو يمكن ما يبقاش لسه ربنا سبحانه وتعالى ووفقنا لأننا نشوف العلاج بتاعها أو أن احنا نعرف العلاج بتاعها فطبعاً دي أول حاجة الحاجة التانية أنه السكر بنظام غذائي سليم بأدوية موصوفة من طبيب سكر بممارسة رياضة بصفة مستمرة مع الأخذ في الاعتبار طبعاً نفسية الطفل أو نفسية المرضى اللي موجودين ممكن يؤدي إلى استجابة أحسن ويؤدي إلى نمو أفضل للطفل أو حياة أفضل لي الكبير من الرجال أو النساء السكر مش حاجة خطيرة مش حاجة كبيرة إذا تم التعامل معاه بطريقة سليمة وبطريقة صحية وزي ما شفنا كتير قوي من المشاهير أو كتير قوي من الأطفال أو الكبار قدروا يحققوا أحلامهم لو جبنا حاجات صغيرة جداً يعني في بعض الرياضيين قدروا يحققوا أحلامهم زي مثلاً كلنا طبعاً لو كتبنا النت يعني مشاهير مصابين بمرضى السكر ممكن نلاقي مثلاً ناتش فرنندس لعيب من لعيب فرق كبيرة زي ريال مدريد سباح أمريكي معاه أكتر من عشر مدليات زهبية زي جاري هول في رئيسة وزراء بريطانيا عندها برد تريزاني طبعاً ناس قدروا اتحقق أحلامها ده بتلاقي دكتور ولازم من البني أدم أو الإنسان يصبر على الابتلاقي لحين مربنا يأزن برفع الابتلاقي دكتور أحمد عبدالجواد حضرتك نورتني وشرفتني في حلقة اليوم واتمنى أن يبقى فيه سلسات حلقات مع حضرتك لأنك بجد كنز معلومات متنقل نتمنى أن نحن نستفيد مني شكراً جداً لحضرتك كفاً نورتني وشرفتني أتمنى عزيزي المشاهدين تكونوا استفدتم من حلقة اليوم وانتظرونا في الحلقة المقبلة إن شاء الله سلام عليكم ترجمة نانسي قنقر